وعن منتخبنا الوطني في تصريحات للإسباني تيتو جارسيا المدرب العام لمنتخب مصر بيتكلم فيها أن الجهاز الفني بيفكر فيه تغييرات فنية في شكل التكلفات للنجوم أو لخط هجوم الفريق احنا شفنا للمباراة الأولى نجم هجوم منتخب مصر والنادي أهلي مروان هو اللي ابتدى مروان محسن ابتدى المباراة كراس حربة صريحة وكان تحته ثلاث لعبين من لعبي الوسط المهاجم نجمنا محمد صلاح وأيضا من النجوم الكبار في المنتخب طبعا عبدالله السعيد وتريزي جيه فضلا عن المشاركة والدور المؤثر واللي كلنا بنوجه له طبعا رسالة تقدير على أنه دخل في تحدي مع نفسه لم ينظر لعمل السن ورجع بقوة وأقنع الإعلام الرياضي في مصر والجماهير والجهاز الفني لمنتخب مصر بمستوى رغم أنه كان بعيد عن الحسابات طوال الفترة الماضية لكن شفنا قد إيه أصبح من العناصر المؤثرة في منتخب مصر نجمنا وليد سليمان هذه هي الأوراق الرابحة هجوميا لمنتخب مصر مع كيفية بقى استخدامها في كل مباراة والتغيير في مراكزها أو تبادل الأدوار بينها هذا بيبقى حسب شكل أداء المنافس وحسب الرؤية الفنية للجهاز الفني بقيادة أجيري عن هذا الأمر بيقول جارسيا أنه ممكن لاعتماد على نجمنا محمد صلاح كراس حربة صريح في المباراة القادمة مساء الأربعاء المقبل إن شاء الله أمام الكونغو وأنه قد يكون هذا التكليف مناسب للمباراة الجاية أو لشكل الأداء الفني اللي تابعوه في المباراة الأولى لمنتخب الكونغو وأن التغييرات دي أمر متعرف عليه عالميا لاستغلال الأوراق الهجومية والقوة الضربة هجوميا لأي فريق حسب المتغيرات الفنية لكل منافس في كل مباراة وقال إننا لم نفضل الدفع بمحمد صلاح في المباراة الأولى كراس حربة صريحة رغم قدراته الكبيرة تهديفيا وهجوميا لأنه كان جاي مجهد حسب تصريحات المدرب العام لمنتخب مصر ومرهق من موسم طويل جدا طبعا شفنا فترة ليفر بول هذا الموسم امتد معاه لفترة طويلة جدا استثنائية لأنه وصل مع توتن هام لنهاء الشامبيونز ليج أو دوري الأبطال الأوروبي لكرة القدم وبالنسبة لهم كان أطول موسم على الإطلاق للفريقين اللي أكملوا السباق الأوروبي حتى نهايته وبعد مشوار صعب وشق جدا فنيا وبدنيا فيه البريمير ليج أو الدوري الإنجليزي عشان كده بيقول جارسية المدرب العام لمنتخب مصر أنه ربما الجهاز الفني رأى أنه لا يسبب مزيد من الضغط على محمد صلاح وهو بيعود وبينطلق انطلاقة جديدة مع منتخب مصر بعد موسم شق جدا وأنه قد يعتمد عليه بدءا من المباراة القادمة أمام الكونغو كرأس حرب صريح لمنتخب مصر وأيضا تصريحات لمدير المنتخب الكابتن إيهاب لهيطا بيقول فوز أغندا لم يكن في صالحنا ووضعنا تحت ضغط دي تصريحات أدل بيها القناة تايم سبورت مدير المنتخب بيقول فوز المنتخب لغندي وضع ضغوط علينا جميعا وعموما الجهاز الفني حضر تلك المباراة واليوم سيكون هناك محاضرة فنية في السابعة مساء سنعالج من خلال الخصور الفني الذي حدث في مباراة زنبابوي طبعا الكابتن إيهاب لهيطا بيتكلم بلسان الجهاز الفني لمنتخب مصر وهو أضرب الأمور والحسابات الفنية لنتائج وشكل أداء المنافسين في مجموعاتنا بنتكلم عن كل المنافسين زنبابوي والمنافسين اللي حنقبلهم في المباراة القادمتين سواء كنا بنتكلم عن الكونغو أو أغندا لكن أعتقد أن منتخب مصر لديه من القدرات من اللاعبين أصحاب الخبرات في عالم الاحتراف وبالمعايير التسويقية وقدراتهم التهديفية وكل ما هو معروف عنهم مع رصيد الخبرات الأفريقية مع ثقتهم في نفسهم والجهاز الفني وإمكاناته وعامل الأرض والجمهور أعتقد أن عندنا من المميزات فنيا جماهيريا تنظيميا كل ما يساعدنا ويرجح كفتنا على المنافسين في مجموعتنا ولكن الكلام طبعا كل الحسابات المهمة الخاصة باحترام المنافس أمر يحترم وأن الجهاز الفني بيراجع حساباته الفنية ويشوف إزاي يخلي موقفه أحسن سريعا بدءا من المباراة القادمة بعد فوز منتخب أغندا بمباراة الأولى أمام الكونغو فأعتقد أن كابتن إيهاب بيعبر عن ما نقدرش نقول ألا قد ما نقدر نقول حسابات دقيقة لمنتخبنا الوطني بيدرس الأمور بشكل دقيق ولا يستهين بأي منافس مهما كان فيه فوارق لأن فعلا منتخب الكونغو أيضا مستوى الفني الكل شاف أنه أقدم في المباراة الأولى مستوى فني جيد ويجب التعامل معه بتركيز شديد جدا لكن الكابتن إيهاب بيتكلم عن الكل بنفس درجة الاهتمام بدءا من مباراة الكونغو القادمة لكن أعتقد أنها لا تصل لدرجة القلق لأن منتخبنا لديه من القدرات على مستوى اللاعبين والجهاز الفني غير عوامل زي الأرض والجمهور وإقامة البطولة على أرض مصر ما يجعل كفته أرجح كثيرا إن شاء الله وده شغل الجهاز الفني لمتوقعينه بدءا من المباراة القادمة وده قدرات لعبين اللي احنا عندنا ثقة بلا حدود فيها إن شاء الله وتنعكس على أداءهم في المباراة اللي جاي وبيتابع أيضا يعني باقي تصريحات الكابتن إيهاب بيقول غياب أنني عن مواجهة الكونغو المقبلة لكل شخص وجهة نظره القرار لم يحسن بعد هناك أكثر من جلسة تدريبية أو تدريب للفريق وأجار يفق في جميع اللاعبين ولكن لم يحسم الحديث مدير المنتخب عن غياب أو مشاركة أي لعب وبيؤكد كمان الجميع أن القوى الضربة مكتملة للفريق ونجمنا أحمد حجازي اللي تحامل على نفسه تم شفاءه تماما وتم تأهيله من الإصابة بكسر في الأنف وموقف طبعا الكل بيحترم وبيقدر جهد حجازي وعدم قبوله لرؤية الجهاز الطبي في الوقت ده اللي قال أنه بيشوف أن الأفضل أن حجازي يخرج من ملعب لكن حبه لمنتخب بلده ورغبته في العطاء وفي القتال بلغة الرياضة داخل الملعب والاستمرار في هذه المباراة الافتتاحية أمام زنبابوي أمر طبعا الكل أشاد به وده الروح اللي احنا دايما بنتمنها في لعبينا سواء على مستوى المنتخبات الوطنية أو الأندية في منافساتها الدولية